السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله تحرك نيابي لاستثناء ثلاث فئات من رسوم تمليك الاراضي الزراعية كشف القيادي في اتلاف دولة القانون تركي جدعان عن تحرك لاجراء الاستثناءات من رسوم تمليك الاراضي الزراعية وقال جدعان في حديث ان اتلاف دولة القانون وهو يمثل جزء مهم من الاطار التنسيقي ينظر الى قرار تمليك الاراضي الزراعية في البلاد على انه بداية مهمة لانهاء مشكلة معقدة تمس حياة مئات الالاف من العراقيين واضاف ان الاتلاف يسعى الى بلورة طلب رسمي قدم خلال الاسابيع القادمة عن طريق النواب باستثناء شرائح متعددة من رسوم تمليك الاراضي الزراعية ومنهم ذو الشهداء والمشمولين ببرنامج الحماية الاجتماعية وضحايا الارهاب واضاف ان استثناء هذه الشرائح مهمة خاصة وان اغلبها تحت خط الفقر مؤكدا بان الطلب سيقدم نهاية اشباط الجاري من اجل الموافقة عليه من قبل الحكومة قبل تعميم الضوابط وكانت حكومة السوداني اصدرت قبل اسابيع قرار رسمي بتمليك الاراضي الزراعية وفق آليات محددة في المحافظات مساعي لتمديد فترة استقبال طلبات تمليك الاراضي الزراعية لنهاية 2023 كشف عضو الاطار التنسيقي جمال حسن عن جهود لتمديد فترة استقبال طلبات تمليك الاراضي الزراعية الى نهاية 2023 وقال في حديث ان هناك جهود تبذل حاليا من اجل تمديد فترة استقبال طلبات تمليك الاراضي الزراعية في كل المحافظات الى نهاية 2023 مع تشكيل اداري في الدوائر البلدية للاشراف على اكمال هذه الطلبات ووضعها وفق السياقات القانونية واضاف ان مستوى الاقبال من قبل المواطنين متفاوت بين المحافظات لافتا الى ضرورة وضع سياقات ادارية اكثر مرونة واطلاق مفارز ادارية من اجل توعية الاحالي باهمية القرار كونه يسهم في حل مشكلة معقد عمرها عقود واشار الى استثناء الفقراء من دفع اي رسوم مالية لغرض تمليك الاراضي الزراعية وارد جدا والقرار في ملعب الحكومة والبرلمان اشتركوا في القناة